فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال فإن جميع ما يعملونه مما ليس من أعمال المسلمين السابقين إما كفر وإما معصية وإما شعار كفر أو معصية وإما مضنة للكفر والمعصية وإما أن يخاف أن يجر إلى معصية وما أحسب أحد ينازع في جميع هذا نعم أعمال الكفر لا تخلو إما أن تكون كفرا ومعصية وهذا لا شك في مخالفتهم فيه وإما أن يكون شعار كفر ومعصية يعني علامة يتميزون بها عن غيرهم علامة يتميزون بها عن غيرهم في لباسهم وفي أمورهم وإما يكون يجر ليس كفرا ولا معصية ولا شعارا ولكن يجر إلى الكفر والمعصية فتحريمه من باب سد الزرايع وسد الوسائل نعم قال الشيخ ما أحسب أحدا ينازع في جميع هذا ولئن نازع فيه فلا يمكنه أن ينازع في أن المخالفة فيه أقرب إلى المخالفة في الكفر والمعصية وأن حصول هذه المصلحة في الأعمال أقرب من حصولها في المكان نعم لا أحد ينازع فيه أنه يجب مخالفتهم في الكفر والمعاصي ومخالفتهم في شعاراتهم وعلاماتهم الخاصة شعارات دينهم كالصليب للنصارى والنجمة لليهود والشعارات الخاصة التي يتعبدون بها نعم تخذونها شعارا على العبادة العبادة لا شك لا أحد ينازع في تجنب هذا ولما كان وسيلة ولما كان وسيلة إلى لكن قد يخفى على الناس أن هذا وسيلة نعم وإلا لو علم من هذا وسيلة وهو مسلم يتجنبها فأكثر الناس يؤتى من جهله نعم عن غير قصد ولكن هذا ليس بحجة ليس بحجة فعل الجاهل وفعل ما ليس بحجة وإلا فالمسلم الذي عنده إيمان لا يمانع بل لا يتوقف في مخالفتهم في الكفر والمعاصي ومخالفتهم في شعاراتهم ومخالفتهم في الوسائل التي تفضي إلى أعمالهم الباطلة إنما قد يخفى على بعض الناس شيء إما أنه لم يبلغه النهي نعم وإما أنه لم يظهر له أن الدليل يتناول هذا الشيء وإما لأنه لم يتبين له أن هذا وسيلة وأنه يؤدي إلى المحذور فيقع فيما يقع فيه نعم إذن من الأفضل أن يجعل مبدأه التباعد عنهم كما قال الشيخ اقتضاء الصراط المشتاقين مخالفة صاحب الجحي مخالف هذا هو الأصل الأصل المخالفة